بيعتزم الفنان تمر عبد المنعم تقديم بلاغ للنائب العام ضد مؤدي المهرجانات حمو بيكا خاصة بعد تجاوزاته الأخيرة وأم الفنان تمر عبد المنعم بتفوض مكتب المستشار القانوني محمود معروف وهو المكتب المسؤول عن كل ما يخص الشق القانوني للفنان تمر عبد المنعم وأعلم مكتب المستشار القانوني محمود معروف المحامي بالنقض عن اعتزامه وتقديم بلاغ للنائب العام في المدى وحمو بيكا لتجاوزه في حق موكله الفنان تمر عبد المنعم بتجاوزات يعاقب عليها القانون وكان الفنان تمر عبد المنعم حل ضيف في حلقة برنامج العرافة واللي بتقدمه الإعلامية بس مواهبة عبر شاشة قناة المحور وتكلم تمر عبد المنعم بكل صراحة عن سؤال قامت الموزيع بتوجيه للضيف ومن ضمن قراءه ذكر ان البيكا بيقدمه هو رفاقه مش فن وعليهم الالتزام بالأداب العامة وأصول الفن الأمر اللي خلى بيكا انه يبس فيديو النهاردة الصبح في سب واستهانة بالفنان تمر عبد المنعم تفتكر بقى القصة دي هتخلص على ايه قلنا رأيك في الكومنتات